حالة شيحة بتعتذر لجميع الفنانين في مصر وهنا بعد لقاءها مع أشرف زكي نقيب الفنانين هي اعتذرت عشان هي كانت غلطت مش غلطت بس قالت يعني ان هي حرمت الفن وقالت يعني ان هي بتعتذرت لجميع الفنانين لو كنت قالت حاجة ضيقتهم وان هي هتفضل يعني شايفة ان نقيب الفنانين ودور الفن مهم جدا ومؤثر جدا في مصر وان هي بتقدر الجهود اللي هما بيعملوها وخليين برضه للكوا ان القصة دي يعني قصة كنتروفرشل شوية علشان كانت ظهرت قبل كده من فترة فترة فعلا اون اوف اون اوف بالزبط يعني هي كانت ظهرت من فترة كانت يعني صراحة تصيحات كده شوية كنتروفرشل مع بالذات تتامر حسني او انا فاكرة ساعة الفيلم لما لاتبت ايضا مش انا كان فيه كليب اه اغنيت بحبك هي كانت طلع في الكليب ده وبعد كده لما الكليب نزل قالت له انا مش عايزة ان انا اظهر فيه وانا عايزة ان الشوت بتاعتي تتشال او انا فاكرة فعلا او فوقتها يعني حتى كانت كاتبة كومنت انه على الكليب او البتاعن وده مش انا فعلا ده بزا بستعمل استعملت اسم الفيلم كان هي بتنفين هو لا هو ده مش هي فطبعا تامر حسني يعني تفاجئ شوية يعني احنا ممثلين الفيلم او طالعين فيه ازاي ده طبعا اه بعد ده اكون شو اغفرت راح فيه بزدار فاعتذرت للفنانين كلهم ويعني قالت ان هي بتقدر بجهدهم وده كان بعد اللي هو الكلاش اللي كان حاصل وانا شايف انت اي رأيك يعني انا حسن ان هي يعني تحاول بعد كده انا اظن ان هي مش هتقول رأيها تاني او كده لانه الموضوع بيجيب يعني بيخلي الناس باكلاش عليهم او فعلا باكلاش فانا حسن ان هي احسن انها يعني ما تنتقدش اصحابها او كده او زملائها في الفن انا شايفا ده يعني على حسب يعني اللي هي بتعمله دلوقت يعني الفترة اللي كانت محجبة فيها كانت رفضت كل انواع اللي هو ان هي تظهر ان هي تبين في انتروفيوز وهي بشعرها وهي يعني كتعايزة تبعد عن من رفعني اي سبكت ان هي مسلا لو الثوتس بتاعتها او كده اتغيرت فانها تبعد دي حاجة لها بس ان قصدي انها ما ينفعش انها تطلع وتغلط في في الفن وتتحرم الفن او تقول انتو بتعملو ده يعني شيء حرام يعني انت لو مش حابة تكوني معجودة خلاص يعني ممكن اه بل الناس دلوقتي عمارة تقولها هي شوية وهترجع تاني يعني تقول او تغير رأيها يعني بتعتذل زي ما كان حاصل مش عارفة او عشان كده بقول انا شايفة ان هي احسن ما تقولش الثوتس بتاعتها متعمم يعني يدخليها انو تتكلم from her side او انو عنها هي انا برضو او اي اجري with you وبردو الناقض طارق الشناوي اه في مدخلة تلفزيونية قال ان يعني حالا شيحة كويس ان هي عملت كده بس الاهم من ده يكون يعني ان هي مقتنعة بالكلام اللي هي بتقوله مش بس علشان ترجع للتمسل اه تكتب ودهم تاني او كده انا شايفة دي يعني مصدج او فوينت ايو بضط وبردو يعني ده في context ان هي رجعة للتمسيل يعني هي رجعة تمثل تاني وقال برضو واكد ان الناس كتير وهي يعني حالا شيحة لها يعني بقى big audience هي الناس بتحب تشوفها لان هي كمان يعني عملت حاجات عملت حاجات من كتير حتى لو حاجات مش كتير قوي بس ادوارها مميزة دايما وظهورها الناس عمتها يعني بتحبه حسنا دي حاجة انترستن هي تكون موجودة وراجعة تاني بس فعلا زي ما هو ايه اللي يعني حفلي تكون مختنعة فعلا بالليا بتاع هو متى ان احنا استفدناها من الموضوع ده انا حاسة ان هي بتتأثر برأي اللي حواليها جدا تفتكري انا اصلا يعني فكرة ان هي كل فترة برأي مختلف فحاسة ممكن على حسب مثلا الcommunity او الناس اللي حواليها وهي بتتأثر هو ممكن على حسب الcommunity وممكن على حسب الحاجة اللي هي عزي تعملها دلوقت يعني بما ان هي عايزة ان هي ترجع للفن دلوقت او ترجع تمثل فطبيعي مش هتقدر ان هي ترجع بعد ما حرامت حاجة اصلا هي كنت بتعملها فأي اعتزرت وخلصت يعني الدنيا بيت بيسفلي دلوقت نعم بالزمد